تمثل تجارب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في الأعوام 2006 و2011 و2015 محطات مهمة على طريق المشاركة السياسية في الدولة وتطورا نوعيا في الأسلوب الذي يهدف إلى إيجاد نوع من الممارسة الانتخابية السياسية محققة إنجازات مرحلية ساهمت بشكل كبير في تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي أقيمت في العام 2006 وقد بلغ فيها عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 6595 عضوا موزعين على جميع الإمارات وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس آنذاك 456 مرشحا وأظهرت هذه التجربة نضجا نوعيا تميز به المشاركون في الانتخابات لسيما من جانب الناخبين الذين تجاوزت نسبة مشاركتهم 74.4% من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في العام 2011 كانت التجربة الانتخابية الثانية وشهدت تطورا نوعيا تمثل في زيادة توسع مستوى المشاركة السياسية للمواطنين في الانتخابات وزيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى 135.308 أعضاء وقد ضمت القائمة النهائية للمرشحين 450 مرشحا وتم فيها اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزا انتخابيا على مستوى الدولة شارك فيها 97.157 ناخبا بما يعادل نسبة 35.29% من إجمالي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية وعززت المرأة الإماراتية حضورها في هذه الانتخابات بوجود نحو 60 ألف ناخبة بنسبة بلغت 46% من إجمالي أعضاء الهيئة الانتخابية واستحوذت على نسبة بلغت أكثر من 22% من مجموع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أما الشباب فقد بلغت نسبة من تقل أعمارهم عن 30 عاما في الهيئة الانتخابية 35% ثم جاءت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثالثة في عام 2015 لتشهد زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئة الانتخابية وصلت إلى 224 ألفا و281 عضوا تقدم خلالها للترشح 330 مرشحا بينهم 74 سيدة وتم تخصيص 36 مركزا انتخابيا في مختلف أنحاء الدولة واعتمدت اللجنة خلال هذه الدورة نظام الصوت الواحد لأول مرة كما تمت للمرة الأولى في الدولة عملية التصويت المبكر لمدة ثلاثة أيام سبقها التصويت خارج الدولة في 13 مركزا انتخابيا موزعة على السفارات والبعتات الدبلوماسية في معظم دول العالم وتم انتخاب 20 عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي